يمثل نمذدة معلومات البناء بيم نهداً مهماً وتحويلياً في صناعات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء على عكس الأسليب التقليدية والتي تعتمد في كثير من الأحيان على معلومات مدزأة وغير متسقة يوفر بمبيئة تعاونية ومتكاملة للتخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة مشاريع البنية التحتية في دوهره يتمحور البيمة حول إنشاء واستخدام التمثيل الرقمي للخصائص المدية والوظيفية للمنشاء يعد هذا النموذد الرقمي مورداً مشتركاً للمعرفة ويشكل أساساً موثوقاً لاتخاذ القرارات طوال دورة حياة المشروع الميزة الرئيسية لبمهي قدرتها على تسهيل التواصل بشكل أفضل بين أصحاب المصلحة في المشروع بما في ذلك المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين والمالكين يقلل هذا التكامل بشكل كبير من خطر الأخطاء والتناقضات حيث يعمل كل مشارك من نفس مدموعة البيانات يساعد الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة من خلال المحاكاة والتحليلات في التخفيف من المشاكل غير المتوقعة أثناء مرحلة البناء بالإضافة إلى ذلك تتيح قدرات التصور المتطورة التي توفرها نمذدة معلومات البناء لأصحاب المصلحة فهم نطاق مشروع ونية التصميم بشكل أفضل ويدعم بم أيضاً الاستدامة والكفاءة في مشاريع البنية التحتية من خلال دمد البيانات المتعلقة بالمواد واستخدام الطاقة والتأثير البيئي يساعد بم في إنشاء تصميمات أكثر استدامة ويضمن هذا أن المشاريع لا تلبي المعايير التنظيمية فحص بل تحقق أيضاً مستويات أعلى من الأداء البيئي علاوة على ذلك توفر البيانات الغنية المضمنة في نماذد بمرؤ قيمة أثناء مرحلة التشغيل والصيانة للمنشأة يمكن لمدير الأصول الاستفادة من بيانات بمن تحسين دداول الصيانة وإدارة استخدام المساحة والتخطيط للترقيات أو التلديدات المستقبلية ومن ثم فإن استخدام بم في مشاريع البنية التحتية يمتد إلى ما هو أبعد من مرحلة البناء مما يوفر قيمة طويلة الأدل من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف وفي الختام تعمل بمعلى إحداث ثورة في طريقة تصور مشاريع البنية التحتية وتطويرها وإدارتها ويضمن نهدها التعاون وبيئة البيانات الغنية إكمال المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود ميزانية وبأعلى معايير الجودة ترجمة نانسي قنقر